فالله يحيك عليكم السلام خير ونعمة تفضل الله يسلم الله يحبك ويتزاك خير بس عندي سؤالة أظاهر عن الموضوع تفضل إذا سمحتني في البرنامج هنا يعرض كل سنة الآن لها 18 حلقة المسخة 18-18 بالعربي اتكلم عن المشايخ بلدانية ما يظهرون لها الصورة السيئة عن المشايخ السعودية نعم وأبيت تحقق رلا يا شيخ أحسنت لان دائما ستحان المقصدي تتكلم عن دائما عند المشايخ متضبط فين دائما وإذا تكلم عن مشايخ الصورة الحسنة خلهم عن مشايخ مش أقول لك فهمتني يا شيخ فهمتك يا نايف نعم أبشر أبشر يا نايف الله يزيك حقيقة أنا أيضا جاء في الفيسبوك عدد من الأسلاح حول هذا البرنامج لكني تجنبت الكلام عنه وذلك لأن أحيانا كثرت الكلام عن أمثال هذه البرامج تعمل لهم دعاية يعني وتجعل من كان غافلا عن متابعته يذهب يبحث هذا يبث في أي قناة فيذهب ينظر إليه هذا البرنامج في الحقيقة منذ سنوات خرجت فتوى من هيئة كبار العلماء برئاسة مفتعة من المملكة الشيخ عبد العزال الشيخ ومن معه من العلماء بأنه برنامج يتضمن كثير من المخالفات الشرعية من أبرزها المخالفات الشرعية المتعلقة بالاستهزاء بالدين وأهله فيستهزئون بالحجاب في عدد من الحلقات يستهزئون بعفة الرجل يستهزئون بغيرة الرجل على امرأته يستهزئون دائما بالعلماء بالقضاءات بأصحاب اللحة يستهزئون بالأمرين المعروفين النهيين عن المنكر يصورونهم بصور بشعة من ناحية اللباس فيأتون بشخص لا يهتم بمظهره أبدا أو ثوبه يكاد يصل إلى ركبته وغطرة غير مكوية ويركبون له لحية عظيمة بشكل غير جميل ويقولون هذولا علماءنا وهذولا مشايخنا وبحقيقة أنا أتألم يعني هؤلاء بالعربية جماعة فشلونا حتى عند العالم والله يفشلونا يعني الناس ينظرون إلى المشايخ السعوديين نظرها طيبة ويرون مظاهر حسنة وكلام حسن وعقيدة صافية وكلام طيب ثم يبث من خلال هذه القنوات شيء آخر والله أنا سافرت إلى عدد من البلدان العربية يعني غير دول الخليج فكانوا يقولون لي شيخ صحيح قضاتكم بهذا الشكل يضعون غترهم كده خلف الإذن والبشت مدري كيف شكله والشيخ لما يتكلمه يصارخ ويتفل ويبصق هل هذا صحيح يا شيخ أنه كده وأنه ما يحترم الناس وأنه يعني يطرد من عنده في المكان المحكمة وقلت لا قال هذا يا شيخ الذي يظهره هذا المسلسل المحارب للفضيلة المحارب للأخلاق الحسنة بل يعني أمس طلعت على بعض المقاطع لما كثرت الرسائل عندي أنا والله ما أتابع فدخلت على اليوتيوب وطلعت على بعض المقاطع فإذا هي استهزاء صريح يعني مثلا من ضمن هذه المقاطع قد وضعوا لوحة كأنهم في المطار لوحة اسمها الجمارك الشرعية ويقفون على المسافرين القادمين إلى المملكة فواحد كده واقف معه بشت زي هذا ومركبين له لحية والثاني أيضا قد ركبوا له لحية وكل ما جاء مسافر أوقفه وأخذ القلم ويحاول يقيس لحيتك آه لا لحيتك قصيرة ما تدخل انقلع انقلع وربما أحيانا يركله برجلة والثاني يمسكه آه أنت لا لحيته لحيته موافقه ادخل هالمملكة يدخله والله الحمد الملايين للحج والعمرة والسياحة والزيارة كلهم يعلمون أن هذا غير موجود في المطارات ولا يوجد أحد كده يقيس اللحة بالمصطرة ولا يقيسها بالقلم ولا غير ذلك يعني هذا الكذب الصريح بل أحيانا أيضا لما يأمر بعض الناس بالمعروف ينهون عن المنكر يأمرون مثلا الذين يأكلون الربا يأمرون الذين يعقون والديهم يأمرون الذين يتعاطون المخدرات يتعاطون المسكرات يأمرون الذين يدعون إلى الاختلاط الفاسد يأمرونهم بالمعروف ينهون عن المنكر بالاسلوب الحسن وهؤلاء الذين يعملون هذه الطريقة الذين يأمرون وينهون هم ليسوا من عامة الناس دكاتر أساتذة في الجامعات يحصلون على أعلى المراكز في مستويات الدولة من جهة الفتوى ومن جهة العقل والحكمة عدد كبير منهم أعضاء في لجان معتبرة عند الدولة لجان استشارية وغير ذلك ومع ذلك يقومون بالأمر المعروفين عن المنكر فيأتي هؤلاء ويستهزئون بهم بصورة سيئة ويظهرونهم بمظهر السفهاء الذين لا يعقلون ولا يفهمون فأنا حقيقة أدعو الكل إلى عدم متابعة هذا البرنامج وأدعو الكل إلى حذف القناة التي تبث هذا البرنامج القنوات الآن تعرف يعني أنا يحدثني اليوم مدير قناة دبي والله الحمد أن برنامجنا من فضل الله ومنته وكرمه حصل على المركز الأول في البرامج الدينية في القنوات الخريجية فأسأل أقول كيف تعرف ذلك قال يا شيخ في شركات متخصصة في معرفة البرنامج الفلاني وقوة مشاهدته فكذلك هذا البرنامج الذي ذكره المسلسل الذي ذكره هذا المسلسل تعرف القناة التي تبثه كم عدد المشاهدين له فلما يأتي من يأتي من الإخوة الذين عندهم غيره والأخوات ويقول مدام هذه القناة تبث هذا البرنامج الذي يستهزئ بديننا وبشريعتنا ويستهزئ بقيمنا أنا أحذف هذه القناة من الرسيفر ويحذفها فيصبح الشركة ترفع إلى هذه القناة تقول كان المتابعون لكم في أول رمضان يصلون إلى عشرة ملايين الآن نزلوا إلى سبعة ملايين إذن انظروا ما هو السبب والله السبب الفتوى التي خرجت كذلك السبب الحلقة الفلانية التي استهزأت بالدين جماعة في الحقيقة يعني الله تعالى قد أخذ علينا العهد والمثاق أن نأمر بالمعروف نهى المنكر والله جل وعلا قد حذر من الاستزاء بالدين وقل الله سبحانه وتعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال الله تعالى هذا الكلام في أقوام من المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام استهزأوا بقراء الصحابة بالصحابة طلبة العلم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء مثل المطاوع اللي عندنا يعني أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء استهزأوا ببعض الصحابة بأبي بن كعب عبد الله بن مسعود فأنزل الله تعالى قوله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فأنا حقيقة أدعو أولا أصحاب المسلسل إلى التوبة هم إخواننا وهم مسلمون مثلنا ونرجو الله تعالى لهم ما نرجو لأنفسنا من المغفرة والرحمة والتوبة عليهم وأدعوهم حقيقة إلى التوبة وترك ما هم عليه والعودة إلى الله سبحانه وتعالى فأنتم إخواننا ولو ميتم لصلينا عليكم ودفنناكم ودعونا لكم وربما تصدقنا وحجينا عنكم تبقون أنكم إخواننا يا أخي وأنكم مسلمون مثلنا لكن لا تحاربوا ديننا ولا تخربوا صورة الإسلام وصورة طلبة العلم يا أخي ناقشوا العنوسة ناقشوا المخدرات ناقشوا البطالة ناقشوا الفساد الإداري والمالي الذي يقع في كثير من البلدان أما أن تعبثوا بالدين وتعبثوا لا تجعل لك طريقة ولا فكرة إلا أن تعبث بالدين وأهل هذا بلا شك أنه من أعظم الخيبة والخسران أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير وأن يردنا جميعا إليه ردا جميلة وأسأل الله أن لا نصرف أوقاتنا وأعمارنا إلا في طاعته أسأل الله أن يجعلنا من يصرفون أوقاتهم وجهودهم وأعمارهم في طاعته وأن يجعلنا ممن لا يتعاونون على الإثم والعدوان بل أسأل الله أن يجعلنا نحن وأهل طاش مطاش وغيرهم ممن يتعاونون على البر والتقوى وممن يتعاونون على نصرة الإسلام وعلى نصرة الدين وعلى حماية حوزة التوحيد أسأل الله تعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه لعدكم النيران ويجعل معدنا جميعا بحبوحة جنانه وأن يعمنا جميعا بفضله وإحسانه بارك الله فيكم إلى اللقاء آخر غدا بإذن الله تعالى مع برنامجكم جميعا لك صمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة